والتصفيات لسه عندنا في أفريقيا لسه ما انتهتش أو لسه لم يتم الإعلان عن المتخبات المتأهلة اللي هتمثل أفريقيا في البطولة تحت كاس العالم من وجهة نظركم بدايةً وسمحني هبتدي مع فاروق هل العشر مجموعات شايف أنه هم أفرزوا النتيجة الطبيعية ولا من وجهة نظرك كان فيه مفاجآت لا أعتقد ما كانش فيه مفاجآت يعني يمكن بس أداء منتخبين هم اللي كانوا ممكن يستحقوا أن هم يبقوا موجودين لكن برضو كان معه منتخبات قوية في المجموعة لو بنتكلم هنتكلم على بوركينا فاسو قدمت تصفيات هيلة جدا نفسة الجزائر لحد الجولة الأخيرة المنتخب الثاني منتخب جنوب أفريقيا بوركينا فاسو الكويسة ولا الجزائر المترجعة؟ هو الاثنين كويسين بصراحة لأنه هم الاثنين كانوا فارقين في المجموعة الجزائر ما يدرش نقول مترجعة أوي؟ آه هي مترجعة مقارنة بأداء بطولة الأمم لكن دايما البطولات المجمع بيبقى الأداء فيها مختلف عن المباريات الخصوصا لو المنتخب بيعتمد على العيبة الأوروبية بيجوف البطولات المجمع بيبقى معهم فترة أطول مستوام بيبقى أحسن المنتخب الثاني اللي كان يستحق التواجد من العشرة لكن طبعا لازم يكون موجود عشرة المنتخب جنوب أفريقيا قدم تصفيات كويسة جدا كان متسايد المجموعة لحد الجولة الأخيرة شفنا منتخب غانا بيقدر أنه هو يتأهل متساوف النقط مع جنوب أفريقيا لكن اتأهل بماتش واحد كان فيه طبعا أثار جدل كبير جدا ضربة الجزاء اللي خدتها غانا وحتى الاتحاد الجنوب أفريقي قدم شكوى رسمية للكاف والاتحاد الدولي بسبب التقم التحكيمي اللي كان موجود بقيادة حكم سنغالي